التلاميذ المترشحون لمسابقة دخول السنة الأولى من مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بزورات دخلوا الأسبوع الأخيرة من الفترة الزمنية المحاددة لإيداع الملفات وتدقيقها مع مراجعة مدى صلاحية الوثائق والمسندات المطلوبة وموامتها مع الشروط المنصوص عليها في إعلان الترشح طالب من ذلك دارة أني نتخصص مجالي نقال له كوراة الكهرباء والسوجيري نحن الطلاب كنا نقرأ وقلنا زمن وعندنا شهادات وما عندنا شيء واحيين فيه نختار وشي نوحلو فيه كنت نقرأ الحقد الحمد لله بك يا قر ما عدرت بريف عندي شهاد تبريف جايلا نشارك في كب يتالح علي فرصة عمل أنا البطالة كنت قاعد يشوفي فيها من القرآة وكان برطسة لفرصة بعد كان يعطيهم لنا ننجح فيها طالبوا مني اسمه أربع صور مستخرج وكردان جيت وشهادة صحة جئت إلى هذه المدرسة لأسحب استدعاء بني المترشح لتخصص الميكانيكا لاحظت ثيابية في تعاطي هذه الإدارة مع الملفات وبما أنني لاحظت تميزا في نجاح أحد أبناء الذي يدرس هنا منذ العام الماضي قررت أن يلتحق به أخو هذا العام لأن التكوين المهنية مهم جدا نسبة النجاح التي سجلتها المدرسة خلال العام الدراسي الماضي وفرص العمل التي أتاحتها الخرجين شجعت العشرات من أبناء ولاية على التوجه طواعية والترشح للالتحاق بالمؤسسة السنة بدأ تسجيل الاكتتاب المؤسسة من 26 سبتمبر إلى يوم 3 سبتمبر وعقب ومدد إلى يوم 10 أكتوبر ومدد إلى يوم 10 أكتوبر لذلك والإقبال كبير كبير جدا اليوم الذي نتكلم معكم فيه ونزالت استقبال الملفات مستمر وصلنا لعدد 868 ألف في هذه انطرحت في المجالات التي مفتوح لهالمجال هذه السنة هي كهرباء المنازل في مستوى كب كرب المنازل ونجار الحديدية التي هي وميكانيكا السيارات وهناك مستوى بيتي في تخصصين في كهرباء صناعية وصيانة الآليات هذا في مستوى بتي العدد الذي ندوره في السنة 275 275 لا يتكبر إن شاء الله هذه السنة بعد انقضاء مرحلة إيداعي ملفات سيتم استعاء المترشيحين إلى مسابقة القبول المقرر إجراؤها يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري على أن يلتحق الناجحون في مختلف التخصصات بزملائهم السابقين في المدرسة عندها يبدأ عام دراسي جديد مختار بابو الأحمد قناة الموريتانية مدينة زويرات